الدرس التاني وده يمكن درس تاريخي المفروض ان كل المنافسين يحفظوه وده انا بقوله للهاني سلمان انا بوجه كلامي للهاني سلمان تحديدا مش لقيا حد تاني الناس بتقولي انت يعني دست على هاني سلمان مبارح ودست على الموضوع التحكيم واضاعة الوقت ومش عارف ايه فده اثر على الهاني انا مايفرقش معايا الكلام ده انا بقول اللي انا شايفه صح والحمد لله كان له اثر وده دورنا بالمناسبة ان احنا نعمل هذا الدور علشان الناس تاخد بالها ايه اللي بيحصل ما هو احنا لما بنقولش كده الهاني سلمان بيمسك الكرة 16 ثانية وما بتتحسبش فاول فانا بقول للهاني سلمان وكل اللي عايز يعمل زي الهاني سلمان ما ينفعش تكيد النادي الاهلي او جمهوره ولا على السوشال ميديا ولا في الملعب ولا تحتفل غير لما الحكم يصفر الحاجات دي ما بتتعملش مع النادي الاهلي ورسالتي الهاني انت اخترت تفكر برا الملعب تفكر في السوشال ميديا تفكر تطلع ترند تفكر ان انت تاخد اللقطة وتضيع وقت ولكن النتيجة ان انت اتعاقبت ولكن اتعاقبت جوه الملعب اتعاقبت بالكورة 3-0 في اول نص ساعة وكابتن طاري غيرك لان انت هاني ما كانش مركز طبعا مايفرقش معها هو يركز ولكن انا بقول له عيب احنا بنلعب كرة قدم الرياضة اخلاق حوري لحضرتك دلوقتي يا كابتن هاني تطبيق عملي يعني مثلا لو حضرتك فاكر اللي حصل من لعبة السفاقسي في نهاي دوري الابطال افريقيا 2006 معرفش الصور معاكو ولا لا حطوه هنا الصور طيب يلا ده حصل من انا الحمد لله كنت اتشرف في المباراة السفاقسي ان انا موجود في الملعب وشفت وده كان بعد ديئة تسعين وجاء عقاب النادي الاهلي لفريق السفاقسي جوه الملعب على طول بهدف ابوتريكا وكسبنا هذه البطولة في 2006 ايضا حميد احداد لاعب الرجاء المغربي في مباراة السوبر الافريقي كلنا فاكرين هذه المباراة والصورة موجودة ايضا على الجانب الاخر حميد احداد احتفل قبل نهاية المباراة ربنا كرمنا بهدف طاهر محمد طاهر وكسبنا بركلات الترجيح وبتقول لي اغدا القاق طب كمل الاغنية اغنية السيدة ام كلثوم من كلمات الشاعر السوداني الهادي ادم اغدا القاق يا خوف فؤادي من غدي يا خوف فؤادي من غدي ايه اللي حصل لما التقيت من نادي الاهلي اللي حصل واضح والناس كلها شافته طب ليه انا بقول الكلام ده لانه اولا ما ينفعش تعمل كده مع جمهور النادي الاهلي ولا النادي الاهلي ثانيا انا حزين الحقيقة انك نسيت موهبتك ونسيت فرقتك ونسيت ان انت حتلعب في نصف نهائي كاس مصر ونسيت ان انت حتلعب كرة اصلا بتفكر ازاي تضيع وقت او بتركز على السوشال ميديا دي حضرتك رسالة خاطئة انت بتوجهها لللي بيتفرج عليك سواء كن لعب صغير ناشئ يعني بيشوفك بتعمل كده وبالتالي ممكن يعمل زيك انت 38 سنة يعني مش لعيب صغير في سموحة اكيد في لعيبة صغيرين في سموحة بيبصوا لك اتمنى ان انت تكون استوعبت الدرس لانه درس مهم جدا والكلام ده انا بنقله لكل الناس وحتى لعيبة الاهلي ولعيبة كل الاندية لعيبة الاهلي الحمد لله والشكر لله بيحترموا كل المنافسين ولكن اهدروس بنقولها دائما علشان الناس تتعلم منها